تنفيذ لتوصيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والسعي لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا تعلن مؤسسة حياة كريمة عن تقديم دعم غذائي ونقضي للمواطنين وذلك من خلال توزيع نصف مليون صندوق مساعدات غذائية بالإضافة إلى صرف دعم نقضي لنحو 16 ألف أسرة للفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية يأتي ذلك سعيا من مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية الأكثر استحقاقا وتماشيا مع دور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية والذي تأتي المؤسسة كأحد أعضائه ومؤسسيه مع عدد من الكيانات الرائدة في العمل التنموية في مصر ترجمة ترجمة نانسي قنقر